لم تنضي أيام على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مراقبة إيران من العراق حتى أكدها مرة أخرى بعد موجة استهجان لم تهدأ بعد في الأوساط السياسية العراقية توزعت بين مساند لإيران ومتخوف من مصير العراق في ظل الأزمة الإقليمية الخانقة اقتصاديا وعسكريا لا سيما أن العراق مكبل باتفاقيات مع الطرفين المتخاصمين فاتفاقية الإطار الاستراتيجي وكذلك اتفاق التحالف الدولي الذي ربط العراق عسكريا بالولايات المتحدة تقابله اتفاقيات اقتصادية مع إيران ربطت بها طاقة العراق من غاز وكهرباء ووقود بالإضافة إلى إغراق السوق العراقية بمختلف البضائع الإيرانية الأمر الذي جعل التزام العراق بأي عقوبات على إيران غاية في الصعوبة وبعن الالتزام العسكري والارتباط الاقتصادي يسعى العراق إلى النئي بنفسه عن صراعات المنطقة التي تحاول أطرافها إقحامه بها بشتى الطرق والوسائل والتي لن تكون آخرها تصريحات ترامب حول إيران وعدها الدولة الأخطر في المنطقة ووجوب مراقبتها من عين الأسد أما إيران التي تعمل بصمت ولا تثير صخبا حول نواياها كما يفعل ترامب فما تزال توغل في ربط اقتصادها بالعراق بها والتي لن يكون آخرها أيضا لقاء محافظ بنكها المركزي عبد الناصر همتي برئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تعهد خلال اللقاء بأن العراق لن يكون جزءا من منظومة العقوبات الأمريكية تجاه إيران مليار دولار يسددها العراق ديونا عن الطاقة المستوردة وطريق يمتد من كرمنشاه نحو دمشق مرورا بالعراق مشاريع تراقبها عيون أمريكية في عين الأسد ومن يدري فربما لن تكتفي واشنطن بالمراقبة